في الوقت الذي يحتاج فيه أطفال العراق إلى آلاف المدارس للتخلص من الدوان المزدوج والثلاثي تعتمد الحكومة إنشاء المدارس الكارفانية رخيصة الكلفة والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية كما تعد قابلة للاشتعال أكثر من مليون وثمانمائة ألف طالب يتوزعون على ستة عشر ألف مدرسة فقط وفقاً لوزارة التربية ما يعني زخماً واكتظاظاً كبيرين في أعداد الطلاب داخل الصفوف الدراسية أضف إلى ذلك أن 50% من مدارس البلاد تحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل ورغم مرور عدة أسابيع على بدء العام الدراسي في العراق إلا أن غالبية المدارس لم تتسلم الكتب والمناهج حتى الآن كما تعاني من نقص كبير في المقاعد وهو ما اضطر الأهالي إلى شراء مقاعدة بلاستيكية ليجلس عليها أطفالهم في المدرسة ولعل محافظة بابل من بين أكثر المحافظات معاناة من نقص المدارس حيث كشفت عن هدم 90 مدرسة عمداً منذ عام 2009 بحجة إعادة بنائها بأسلوب التشييد الجاهز إلا أن المدارس المهدمة لم يعد بناؤها حتى اليوم ليس هذا فحسب بل إن إكمال المدارس المهدمة في بابل لن يكون ذا فائدة بسبب تهالك البناء فيها وهو ما أجبر الكثير من الأسر على إرسال أبنائها إلى المدارس الأهلية المكلفة مادياً لجنة النزاهة النيابية اعترفت من جانبها أن العراق يعاني من نقص في عدد الأبنية المدرسية بلغ نحو عشرة آلاف بناية وليس نقص عدد المدارس هو المشكلة الوحيدة التي يواجهها طلاب العراق يقول مختصون بل إن قلة التخصيصات المالية لقطاع التعليم والفساد المالي والفشل الإداري للعملية التعليمية عوامل أدت لوصول حال القطاع إلى ما هو عليه اليوم بل وأخرجه من التصنيف العالمي لجودة التعليم وفقاً لمؤشر دابوس